طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية ولازلنا معكم في برنامجلكم التسعة في إطار مناقشتنا حول المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خلونا يعني نرحب وبشدة بضفنة العزيز وبعد فترة طويلة من عدم اللقاء يعني متقابلناش بأن حب حلوين يعني دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أهلا 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 دكتور أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أنا خليني هتناول المؤتمر ووقائعه النهاردة فأكتر من محور أولا محور الخاص بكلمة الرئيس أنا وصفتها بأنها كلمة شديدة الوضوح الشفافية المباشرة والجسارة الحقيقة يعني المحور التاني هو وجود كافة الآراء ممثلة في كلمات السادة الحضور ده على الأقل النهاردة فما بالنا ببكرة وبعده مهما كانت درجة الاختلاف المحور التالي تصورات هنا بقى رئيس حزب المصريين الأحرار لالوضع الاقتصادي أو الطرح بتاع المصريين الأحرار هنبدأ بكلمة الرئيس الأول كل ده يعني يعني الوقت أنا عارف أنه ضيق بس أنا وثق في قدرة حضرتك على أنه التركيز الأول هناخد كلمة السادة الرئيس وبعد كده اسمح لي أن أنا بعدها عشان أقول المتوقع السؤال التاني من المؤتمر الاقتصادي أو الكوكبة اللي موجودة من السادة المشاركين فيه كلمة السادة الرئيس أنا النهاردة الحقيقة يعني حصل لي حالة إبهار أنا لغاية دلوقتي يعني الكلمة تقريباً كانت ساعة 12 الظهر لغاية دلوقتي مجموعة المعلومات والحاجات اللي فيها أنا سمعت فيها شوية عبارات جديدة جداً عليها أولها فلسفة الحكم وفلسفة المسئولية ثانيها أنا أقول كده سريع لأنه لو هنحلل هنحتاج أيام هنقعد أيام بالضبط الاستقرار الهاش دي جملة مهمة جداً وتحمل معاني كثيرة جداً ثالثة وضع الأطور العامة لخريطة المؤتمر الاقتصادي بما معناه خلينا رجع نقولها في الكلام بقولك يا كمية معلومات غير عادية النهاردة الواحد استقبلها يا الجزئية بتاعت إن أنا عشان أخد قرار كيف يتم اتخاذ القرار في شيء أنا كان بالنسبة لي برضو جديد على الأقل بالنسبة لي إن أنا حين لابد من مش فقط إن يكون عندي المعلومة ولكن البحث الكامل في الزمن التاريخي يعني إحنا بالنسبة لنا الدول سنينها بتقاس بمئات السنوات مش بالسنة زي زي إحنا كبشر يعني ففعلاً لما النهاردة تم استعراض من سيد دولة رئيس الوزراء من أول مؤتمر الواحد وتمانين لغاية مؤتمر الحالي عشرين اتنين وعشرين لأ لما زي ما بيقوله كده إيه الصورة بنورامة بقت كشفة تماماً وهنا اتضح لنا حاجة مهمة جداً في سنة واحد وتمانين كان بيتقال كلام حلو جداً يعني مخرجات المؤتمر كانت حلوة جداً إزيادة السكانية والطرق والإسكان وبشاكل التعليم وكل حاجة هديك مثال واحد بس إنه لم يتم التنفيذ عشان الناس هتقول الأولها إن أنا كانت أعداد السكان وقتها حاجة واربعين مليون لما جينا في ألفين وحد في ألفين و... عشان أفتكر التاريخ بالزبط بعدها في ألفين وتسع ألفين وعشر ألفين وعشر كانت أعدادنا كاماً حاجة وتسعية يعني إحنا على الرغم إن كان في توصيات بالتعداد السكاني لكن زادت من أزوى 2% يبقى إذاً هنا في مشكلة عضو الموجودة كان متكلموا على العشوائيات طب إحنا زدنا عشوائيات ولا قال لنا لا زدنا ده مثال لأن أنا بقول أهمية حاجة واحدة بس عشان كده بقول لحياتك إن الموضوع محتاج ساعات طويلة المثال التاني إن إحنا كنا الناس بتتشهد وتقول وهنا بعد كده هقول لك إيه قصة لاستقرار الهش اللي أنا عادت استنتجتها إن أنا بيقوله ده زمان ودلوقتي وزمان كان أحسن طب هو كان ناتج الفرد من الناتج القومي كان اللي هي بمعنى بسيط جداً اللي هي ناتج الدولة على عدد السكان كان أقل من النهاردة بالساعدة سكاننا كام وقتها كنا بنتكلم في ذاك الوقت يعني في 45 مليون 50 مليون النهاردة بنتكلم في 145 يبقى أنا مش زدت بس ده أنا زدت وزدت قوي الجزئية بتاعت الاستقرار الهش فيه ناس تقول إحنا المعدل النموع بتاعنا كان وصل لأعلى معدلات 2008 مع أول أزمة في 2011 في الفتر دي استهلكنا كام؟ 400 مليار دولار لو أنا عندي استقرار قوي اقتصادياً لما حدث هذا؟ لأن أنا استقرار هاش استقرار بيعتمد على إن أنا باخد معونات لكن بصرفها إيه؟ الجزء الأهم بقى اللي هو قياس الرضاء الشعبي إن أنا أرضي بحاجة معينة فده أجزاء اللي لفتت نظري الجزء الأهم بقى اللي أنا بخليه في العبارة الجديدة قوي وهي الاستثمار في الرصيد الشعبي أنت عارف حتى كان عارف أحد يستثمر فلوس لكن أنا بستثمر في الرصيد الشعبي ده بيديني إسقاط على إيه؟ بيديني إسقاط على إنه أنا استغليت رصيد الشعبي ده علشان خاطر أحقق حلم بلدي لصالح المواطن لأنه من ضمن اتخاذات القرارات فيها إيه؟ جزء بتاع الثقافة للأسف إحنا على مدار التلاتين أربعين سنة اللي فاتت خلينا أقول لي أربعين سنة اللي فاتت بقى عندنا ثقافة إيه؟ حين النهاردة ما وقتني بكرة بس دي ما بتبتيش دولة اللي هي بتيجي قياس الرضاء الشعبي من أنا بقيس رضاء الناس على أساس أن أنا بديله دلوقتي أنه يأكل ويشرب لكن هل ده بيبني دولة؟ لكن لو كنا احنا بنبنيها من زمان بجد عشان تبقى دولة قوية وصامدة ما كانش حصل اللي حصل والدمار اللي حصل فيه يبقى شبه دولة واستهلك 400 مليار دولار في هذه الفترة الزمانية القليلة المفهوم الأخير بقى حضرتك أقول لك أنا بشهد هتناور بس المفاهيم الجديدة اللي عندي هو أن أنا بصرف والناس بتقول طب إحنا بنصرف ليه بنعمل أربعين مدينة جديدة اتكلفت كم؟ سبعة رليون؟ استقال إيه؟ أن أنا زادت كأسيتس كأصول بالنسبة الثلاثر شبه الأصل الأصل تبقيت زيادة أخيراً بقى أم بيقول لحتك معلومات غير عادية أخيراً الجزء إن أنا بتغلب على الفقر في حلول التحديات بالأفكار الجديدة ومسأة واحد فيها وهي رعاصمة الإدارية أن أنا زي ما تقاني النهاردة ما حصلش تكلفة في موازنة الدولة جنيه واحد ولا مليم ولا مليم بقى للنهاردة أنا بدرب حنا اشتغلت على إيه 45 ألف كيلو من المية 75 ألف كيلو فقط وده معنى إيه إن أنا ماشي بخطوات بد الحلول هي دي اللي إحنا دائما بنقولها دارج وإحنا مش مدركينها التفكير بره الصندوق بس إحنا بنقولها لكن ما بنعملهاش فده اللي أنا أخدته من يعني حاجات كتيرة جدا لكن أنا بقول لحياتك العبارات الجديدة لأن كنت الاستثمار في الشعبية دي كد مجبيرة قوي دي فيها تضحية لما حالتك تغط تفكر هو أي رئيس دولة بيبقى موجود أو قيادة سياسية بيبقى كل همه إيه بيبقى كل همه إنه يقصب الرضا الشعبي بأي طريقة وخلاص عشان إيه عشان يبقى في الحكم لكن شخصية يبقى هدفها إن أنا أبني بلدي حتى لو أنا ضحيت بنفسي وفي أكتر من حد يعني حضرتك وأنا وكلنا نحب نكون محبوبين من الناس شاهدنا دكتور عصام عندنا مصطلح كده بنستخدام من زمان يقول لك إيه رئيس أمريكا ده رئيس مجلس قدارة العالم صح؟ أي طب رئيس مجلس قدارة العالم عمال بيلف العالم عشان ينزل سعر البنزين عشان رضى التاكس بير أو دفع الضرائب الأمريكي أي يدب إخناقات معطوب الأرض على لتر البنزين أي علشان هو يبقى يعد مستريح جوه البطل أبيض في المكتب البيضاوي وميد فل مش بتكلم هنا على إنه هناك ديمقراطية ولا ما فيش فيه وحلو وجميل بس الرجل يبحث عن استقراره داخل المكتب البيضاوي مش مهم إيه اللي هيحصل بعد كده إحنا عندنا ما كانتش دي فرقة خالب اللي فرقة إن البلد دي حالها يتعدل بجد مش بمسكنات صح عشان أنا فعلا بلد قوية عندها صناعتها عندها زراعتها وبعدين إحنا النهاردة فيه مسألة إيه يخلينا كلنا بعندنا ثقة في القرار أولا طريقة الدقة في اتخاذ القرار ده أنا ببحثه مش بس من فكرة التكلفة والعائد ده أنا ده تأثيره إيه في النهاية الاجتماعية والشعبية وفي كل شيء يعني أنا باخد القرار إزاي فأنا باخد قرار بضعه بنفسي يبقى إذن أنا لازم أكون كمواطن مصري أنا أنا بكلمة جاء كمواطن مصري حكتين إن أنا لازم أكون مطمئنة إن هذه القرارات بغض النظر بقى عن التشويش والتشويه وهدي بس كده بقى حضرتك حاجة أخيرة يعني في الموضوع التشويش والكلام ده كله لازم أكون مطمئن ده صعب القرار اللي بياخد القرار وما بياخدهش لمصلحته لا بياخده ضد مصلحته لكن لمصلحت مين؟ لمصلحت البلد ومصلحت المواطن أنا بقولي الكلام اللي أنا لمسه اللي أنا حسيته ومش أنا كنت كان عندي هذا الكلام الأول لكن ازددته يقينا النهاردة وإزاي أقول لحياتك لما تعرضت وطريقة تعرض المانوراما والدراما اللي حصلت بعدها الدراما اللي حصلت بعدها ده ديتني انطباع أنا مش هقولي اللي حصل لأنه كله اللي شفته لكن أنا انطباعي إيه الدراما اللي حصلت والأسئلة اللي تقيلت نحن كحزب السياسي وكل أحزاب السياسية الحقيقة لمسها في الشارع من الأسئلة اللي بتتسائل يعني تحس حضرتك كأنه كم لأ عشرين يعني القيادة السياسية مش بمعزل أنا ده الانطباع عندي برضو من الدراما اللي حصل الأسئلة والبنزين والكباري والطرق فبالتالي إذن لا ده فيه وعي وفيه معرفة كاملة بالأمور يعني هذه كانت أسئلة حقيقية بتاعت الناس بالزبط هذه أسئلة بتاعت المواطن المصري بيترحها بشكل يومي وبيتناقش فيها وهو قاعد مع أقاربه وزملائه وعلى القهوة وفي الجامعة وفي الشغل وكل حت كان مهم إنها تتعرض حتة التشفيش بقى حضرتك سترايس قال إن أنا فجأت بهم فجأة مزبوط إن إحنا يعني هو قال أنا يعني إن أنا فجأت إن إحنا مش فاهمين المصريين واجه ولم نفهم ولم نقدر دي معناها واضح في الجملة اللي بعدها ده اجتزاء معناها واضح في الجملة اللي بعدها صمود وتكاتف وتعمل يعني معناها إنه عملوا فوق ما إحنا ما هو سترس كان متخال من الصمود والتحدي ما فيش ثلاث دقايق كانوا أهل الشر لحضرتك عارفهم واخدين المقطع ده بس بتكلموا عليه هل أنا بقى كمصري ده يأثر فيه ولا يحسسني إن الناس دي عايزة تهده وخلاص طب أبو طالب بساطة المفوض المواطن العادي قومي لأن هم خدوا كلمتين من المقطع مقتطع مجتزق من سياقه الكامل ده معناها أن أنت بتتفرج على تلفزيونات بتاعت شوات عائل تفه يعني بالزبط كده بالزبط كده يعني ما 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 الحقيقة أنا بس حبيت أسرعين برضو وده دورنا وفي الإعلام حضرتك إحنا كأحزاب سي سي إن إحنا نرد بالمنطق على الكلام ده ترجمة نانسي قنقر